روح جديدة تفقدها ديالة تحت عنوان الاختطاف بقصد القتل وهذه المرة يذهب ضحيتها الطفل رسول البالغ من العمر 15 عاما عدسة التغيير وثقت تفاصيل مقتله في أحد البساتين بأطراف ناحية المنصورية شمال المحافظة التي رواها والد الضحية رسول طلع يوم 23 ساعة بالوحدة ونصف الظهر فطلع بالأربع انقفق تليفونه انقفق تليفونه لحد كان يوم الساعة بـ 26 دقيقة فتح فمن انفتح اتصل بنا رجل فلاح لقى التليفون واثلوب بالبستان فصار اتصالات على جماعة على أصدقاء طلعوا هم أصدقاء نفسهم اللي يمشيوا هم خاطفينه كاتلين ذابين بالبستان وجهود القوات الأمنية ومقدم يعرب الله يحظ جهودهم دي نجيتها بالبستان أصدقاء اللي خطفوا وورا يومين لقينا مكتول كاتلي وأكو فيديوهات لأن تثبت هم الماخدي ذو المغدور ناشد رئاسة الوزراء والجهة المختصة بالقصاص العادل من المتورطين بقتل الطفل الذي لم يحظى بريعاني شبابه على يد قاتليه بعد خطة مدروسة أولا الحادثة ليس شي مفاجئ ولا شغلة عملية قتلة مخططة لها مسبقا لأنه شي واضح فأحنا أملنا بالقضاء العراقي إن شاء الله ونطالب كل القوات الأمنية اللي بمحافظة ديالة أنه ما يضيع دمه دهر ونطالب اللواء المحترم فيصل قاد شرطة ديالة ولوارك نكرم صدام قاد عمليات ديالة وإن شاء الله مر الدم يروح هذا ومع تكرار فاجعة الخطف والقتل في ديالة بات الملف الأمني أكثر خطورة سيما مع ما تنظر به معدلات ارتفاع العمليات للجريمة المنظمة إلى جانب العمليات الإرهابية المتواترة في المدينة والتي يشعل فتيلها السلاح المنفلت على يد خارجين عن القانون كما يؤكد مراقبون خطورة أطلق لها نيابيون دعوات للسلطات الأمنية تقضي بضرورة مكافحة انتشار ظاهرة العنف المسلح ومحاسبة المخلين بأمن واستقرار المحافظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر